أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا بالرباط مباحثات مع رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي السيد كريستيون كامبون هذا الأخير أشار إلى أن فرنسا والمغرب تربطهما علاقات متميزة بشكل مطلق تستحق تعزيزها بشكل دوري لتكون في مستوى كل الأحداث والأزمات المطروحة مشددا على أهمية مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بوصفها عنصرا حيويا وإيجابيا لتنمية هذه العلاقة إنني سعيد باستعادة هذه العلاقة بين برلماني البلدين لزخمها والتي حرمنا منها منذ حوالي سنتين بسبب كوفيد خلال هذه المباحثات تطرقنا أيضا للأزمة الأوكرانية وهنا يجب إبراز أهمية التضامن الفرنسي المغربي لمواجهة أي تجاوزات قد تنجم عن هذه الأزمة بخصوص ملف الصحراء المغربية أبرز السيد كامبون أنه بعد التصريحات الإسبانية والألمانية يجب تسجيل تطورات من الجانب الفرنسي كما جدد السيد كامبون الذي يترأس أيضا لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي جدد التأكيد على دعم المملكة بصفته برلمانيا وصديقا للمغرب